شكرا لك بسانتا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية أكد رئيس المزراء حرصت دولتها على استمرار في تهيئة مناخ الجاذب للإثمارات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات التعاون مع شركة نرويجية والتي من بينها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وكذلك مشروع إنتاج الميثانول الأخضر والذي يعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ويتضمن إنشاء أول محطة في مصر التزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر تنطلق اليوم فعاليات الإسبوع الثاني من الحوار الوطني بمناقشته بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية وأوضح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان توقيع التفاقية في مدينة جدة بين ممثل قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وذلك لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام وأجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع لافتا إلى أنه يمكن تمديد بموافقة الطرفين وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفق على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العام الأساسية مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تسهيل المرور الآمن لمقدم المساعدات الإنسانية والسلعة أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيل الضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى ثمانمائة وخمسين قطيلا وثلاثة ألاف وثلاثمائة وأربعة وتسعين مصابا وأشارت نقابة في بيان إلى أن ستين مستشفى توقف عن الخدمة بسبب الاشتباكات في البلاد بالإضافة لتعرض السبعة عشر مستشفى للقصف وعشرين للإخلاء القصري أعلنت روسيا أنها سيطرت بالكامل على مدينة بخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه نتيجة للأعمال الهجومية بدعم من المدفعية والطيران اكتملت عملية السيطرة على المدينة وأذكر بيان للكرملين أنر الرئيس الروسي بلادامير بوتين هنأ قوات بلاده بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة بخموت أعلن رئيس التركي رجب طيب أردغان أن حكومته تهدف إلى البدء بتسليم مساكن دائمة للمواطنين المتضررين بالزلزال جنوبي البلاد بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية أدي يامان وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال السادس من فبراير الماضي وتعهد أردغان بالعمل حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جيدة ختم موجز التاسعة وعودة مرة أخرى إلى شازلي وبسانت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا دينا شكرا لك يا دينا